وينضم إلينا مباشرة من بغداد المتحدث باسم وزارة النفطة عاصم جهاد سيد عاصم أهلا بك شكرا جزيلا كيف يؤثر تعاهد الأوبك في اجتماعها عن بعد برعاية سعودية على تصدير النفط العراقي نعم شكرا لكم بالتأكيد هذه الآن هي مشكلة عالمية تواجه السوق النفطية وتواجه الدول المنتجة خصوصا ليس فقط أوبيك بلاس وإنما أيضا الدول المنتجة من خارج أوبيك بلاس اليوم هناك ركود تام أو شبه تام بالنسبة للاقتصاد العالمي وبالتالي أثر على السوق النفطية الآن تعظم موضوع الفائض النفطي في السوق النفطية وأيضا هناك تراكم خزيني بحاجة إلى تصريف خاصة عدة دول المنتجة وبالتالي هذه المشكلة اليوم يعني يجب أن تحل من قبل الدول المنتجة وبالتالي كان هناك ضرورة عقد اجتماع هذا الاجتماع مبدئيا على الاتفاق بخفض انتاج النفط بحدود 10 مليون لشهر أيار وحزيران وبالتالي وبنسبة 23% من الدول المنتجة أوبيك بلاس وأيضا أنه هذه ستنخفض إلى 8 مليون برميل بعد الشهر السادس وأيضا تنخفض هل حددت حصص الخفض؟ تنخفض إلى 8 مليون برميل حسب الدول المنتجة؟ نعم نسبة للخفض ما يحصل بالعراق؟ نعم 23% على سبيل المثال على سبيل المثال السعودية والروسيا تخفض بحدود مليون وخمسمائة ألف برميل العراق يخفض بحدود مليون وواحد وستين برميل لشهر أيار وحزيران ثم ينخفض إلى حدود الـ 800 ألف برميل وهكذا يعني هي النسبة مقسمة 10 مليون برميل ثم 8 مليون برميل ثم 6 مليون برميل واضح جدا لكن هذا الاتفاق هو معطل حاليا نعم واضح جدا نعم معطل حاليا استاذ عاسم حتى نستفيد من الوقت حتى نتحدث بالأرقام يعرف المواطن ماذا يجري بالضبط ما هي تقديراتكم للأضرار التي لحقت بالعراق حتى الآن جراء أزمة سقوط الأسعار هذه بالتأكيد نحن كنا قبل أشهر يعني قبل أزمة كورونا أو مع بدايتها يعني كانت تقريبا كنا نصدر النفط يعني بأكثر من 50 دولار الآن بالتأكيد انخفضت إلى دون 30 دولار نحن كنا في أيار صدرنا بحدود يعني سعر البرميل كان بحدود 28-29 دولار الآن بالتأكيد رح يكون هذا الشهر يعني شهر سيء لأنه الأسعار كانت متذبذبة وأيضا هناك توقعات يعني بالنسبة أنه هناك رح يكون فائض نفط كبير بحدود من 27-30 مليون برميل في السوق النفطي وبالتالي هذا رح يأثر على أسعار النفط وبالتالي اتخذت يعني دول الأوبكي بلاس هذا الإجراء نعم طيب سيد عاصم يعني خلال فترة سقوط الأسعار أي سياسة اعتمدها العراق لحماية انتاجها لحماية العائدات هل استمر الانتاج على نفس السقف قال ما هي السياسة التي اعتمدت ولو بإجاز نعم نعم سياسة النفطية هي تعتمد السياسة الواقعية يعني التعاطي مع السوق النفطية بواقعية وليس بالشعارات وغير ذلك وبالتالي حاولنا أن نقلل من الخسائر التي يتكبتها القطاع النفطي نتيجة انتخفاض أسعار النفط وبالتالي حافظنا على مساويات الانتاج خلال الأشهر الماضية وبالتالي يعني حاولنا نحقق الإرادات كانت 29 كما ذكرت بالنسبة لسعر البرميل رغم أنه انخفض هو دون الـ 22 دولار نحن نحاول قدر الإمكان أنه إذا ما تم الاتفاق على العشرة مليون برميل أنه نحاول نركز على الصادرات على حساب التصفية يعني قطاع التصفية يستهلك بحدوث 600 ألف برميل ممكن نقلص هذا القطاع وتلبية الحاجة نظرا لتقلص نسبة الاستهلاك من المشتقات النفطية مع التركيز على الصادرات التي تكون بحدود 3 مليون برميل وبالتالي نحن تحسن أسعار النفط يعني أنك تبيع كمية قليلة بأسعار جيدة تحقق لك نفس النسبة التي كنت تحققها لو كنت تصدر كميات أكبر هذه المعادلة نحاول نحافظ عليها من أجل التقليل من نسبة الخسائر والأغور بهذه الأشهر الصعبة إلى بر الأمان نعم من بغدادة المتحدث باسمي وزارة النفط عاصم جهاد شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة